موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم مشاهديننا ومستمعيننا الكرام بصباح جديد يجمعنا وياكم على الخير والاستهلال الجميل لأعمالنا اليومية باليقين والعزم والحب وعلى الخير نلتقي معاكم فصبحكم الله بالخير وياهلا ومرحبا فيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من الصباح رباح حلقة متنوعة بفقراتها ومتعددة أيضاً بمواضيعها اللي نقدمها لكم طبية تعليمية وأيضاً تكنولوجية وشاركونا في هذه الحلقة مناديبنا عندنا اليوم محطاتنا لليوم يكون معانا تسليم جائزة أفضل إنتاج زراعي لعام 2016 مع النديب محمد شهراني وأيضاً معانا النديب غانم العلي من مركز السدرة للطب والبحوث يقوم بجولة تعريفية بالمركز والعيادات ومن مدرسة الكوثر للبنات تطلع لنا الزميلة مريم المنصور لأول مرة عبر شاشة قناة الريان تنقل لنا تفاصيل معرض الكتاب السادس هذا بالإضافة إلى إعلوم الجو والبورصة وقراءة عنوين صحفنا الصادرة لصباح هذا اليوم وحوارنا مع ضيفاتنا في استيديو الصباح رباح وبداية فقراتنا بتكون من مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية المستقلة للبنات حيث يتم تسليم جائزة أفضل إنتاج زراعي لعام 2016 في إطار حملة صحتك أولاً التفاصيل كلها بينقلها لنا النديب محمد الشهراني تفضلي محمد يهلا ومرحبا فيكم صباحكم الله بالخير نحن نتواجه من مدسة موزة بنت محمد الابتدائية المستقلة للبنات مدسة هذه فازت بالجائزة الأولى في مسابقة البيوت الخضراء التي تم تنظيمها بموادرة صحتك أولاً التي انطلقت بموادرة من الجامعة وايل كرنيل اليوم معنا الأستاذ حسن محمد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم اللي هم شريك استراتيجي اللي راي حدثنا أكثر عن هذه المبادرة فوز مدسة موزة بنت محمد يهلا ومرحبا فيك وصباحك الله بالخير صباحك الله بالنور وخي محمد أنت ودميع مشاهدي قناة الرأي الله صحبك والسعادة وعبد الله وعبد الله في البداية أنتو كوزارة التعليم وشريك استراتيجي إلى أي مدى استفادة والطلاب من هذه المبادرة بداية أنا أهني أول شيء مدسة موزة منتم حمد الابتدائية للبنات فوزها بالمركز الأول في هذه الجائزة طبعا المبادرة مثل ما أنتو عرفت فيها هي مبادرة تنظمها وايل كرنيل بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا بشراكة استراتيجي مع عدة جهات على رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز النمط الصحي في حياتنا كأفراد في المجتمع وخاصة أن هذه المبادرة بدأت مع المدارس في المرحلة الابتدائية فالحمد لله نحن نراحظ أن الفائدة التي خذوها طلابنا ومدارسنا من خلال مشاركة من العام الثالث على التوالي في هذه المبادرة فكانت الحمد لله نتائج إيجابية جدا الحمد لله على كل حال أستاذ حسن لو بنتكلم عن مشاركة الطلاب والمدارس شنون لقيتوا الإقبال عليها من أول سنة إلى السنة الثالثة التوالي فعلا نقبال كبير نحتفل اليوم بالنسخة الثالثة يمكن عدد اللي شاركوا معنا من المدارس اللي شاركت 81 مدرسة إذا قررناها بالنسخة الأولى كان تقريبا 14 مدرسة العام في النسخة الثانية كانت 40 مدرسة فهي قبضة كبيرة زادت النسبة أمي في المي مقارنة بالعام وهذا يدليل على نجاح المبادرة هذه الحمد لله بالعكس الله أعطيكم العافية أبو عبد الله لو بنت تطرق على المعايير يتم اختيارها في المدارس كل المدارس إحنا لو لاحظنا كل عندهم بيوت كلهم شاركة ولكن هل في معايير معينة تعتمدوها وارتكاستو عليها بالذات؟ طبعا في لجنة تحكيم خاصة هي تشرف عليها ويل كورنيل باعتبر أنه صاحبة المبادرة هي تركيز هناك على الانتاد انتاد المدرسة من خلال البيوت الخضراء وانتاد الخضوات والفواكه والزراعة السليمة نقول أيضا الشغاف الطلاب والطالبات بهذه المبادرة فهناك عدة معايير يتم الاختيار من أساسها بإذن الله بعد الله ربما تكلم عن استمرار هذه الحملة أنتو كوزار تعليم راح تستمرون كشركة استراتيجية لأهمية هذا الموضوع على الطلاب ولا في مشاريع تانا إن شاء الله نعم طبعا نحن كوزارة تعليم والتعليم العالي راحب بمثل هذه المبادرات وعندنا شركات استراتيجية مع تقريبا مع كل قطاعات الدولة هناك العديد من المبادرات التي تنظمها مختلف المؤسسات والحكومية أو الخاصة في مدارسنا وكذلك المبادرة هذه أحد هذه المبادرات من شراء راح تستمر وراح تتوسع لتشمل جميع مدارسنا الشامل بإذن الله كلمة وجهة أخيرة لمشاهد قناة الرأيان أيضا الطلاب اللي شاركوا محلفوا مهن طبعا هو الكرفايز الكرفايز لأننا منذ المقل الهدف الرئيسي من هذه المبادرة وتعزيز النمط الصحيح ممكن إحنا ما فزنا بالجوائز المادية أو الجوائز المعنوية لكن الهدف من هذه الجائزة هي تعزيز الثقافة الصحية وأيضا تعزيز قيم البيئة والإصدامة كل طلاب نستفاده من المشاركة فيها شي جميل كل شكلك أستاذ حسن محمد وبيض الله أعطيك من عافية على جهودك من المبادر والأمانة واجهك كمان بيضو هذا واجب علينا الله أعطيك من عافية طبعا عزيز المشاهدين كان هذا حوارنا مع سيد حسن محمد مدير إدارة العلاقات العامة والانتصال ولكن لازال اللقاء مستمر مع الطلاب اللي شاركوا في هذه الحملة راح نأخذ منهم بعض المعلومات عن مشاركتهم أيضا الأشجار والنبوتات اللي موجودة حياكم تعي سلام عليكم صباحكم الله بالخير اسمي نورة عبد الرحمن الحمادي من صف ثالث اثنين من مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية المستقلة للبنات ما شاء الله أنت السلاح فأنت شاسمت؟ مريم عيسى الحمادي من صف ثالث اثنين من مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية الله عتيكم العافية أنتوا شاركتوا في المبادرة صح؟ لي زي شل أشجر لي موجودة والنبوتات يعني كزبرة بغدونس طماط كاليتوا منها ولا لا الحين؟ لا الحين كم خليتوا وقتتوا زرعتوا أصح؟ اي زين زرعتوا في البيت نفسه ولا لا؟ زرعنا نفسه ما لديكم في البيت من شجر لبنتكم؟ طماط وباذجان وبصل وبغدونس هل تأكلون على السلاح أو لا؟ اي الله عطيكم العافية عزين شلي تابون تزرعونه غير الشجر الموجودة؟ في بالكم شجرة معينة أو نبتة تزرعونه؟ اي شلي تابونه؟ بطيخ؟ اي الله عطيكم العافية وبيض الله وجيكم عقب ما نخلص عادي ناخذ شجر ولا لا؟ اي خلاص وكي بناخذي الله الله عطيكم العافية الله عطيكم العافية الله عطيكم العافية حياة طبعا عزيني مشاهدين مصنع نهاية هذا اللقاء كان هذه المشاركة من بناتنا اللي موجودين في المتسب حدثونا عن الأشجار الموجودة أيضا كانوا بعد يقولون انهم كانوا يأكلون النباتات الموجودة عندهم فالله عطيهم العافية هذا الشيء اللي احنا نبيه نحن نزرع حتى هذه رسالة لكم انكم تقدرون تزرعون في بيوتكم وتستفيدون منها حتى يكون الأكل الصحي يكون عندنا نمط صحي احنا ماشينا عليه هذا كل اللي عندي مست موزة من محمد وأكرر أبارك لهم والله عطيهم العافية ومنها اللعلى هذا كل اللي عندي والكلمة لكم في الاستيديو شكرا محمد وأيضا للضيف الكريم وللبنات وارتقاء فعلا جدا حلو في مجال المفهوم الصحي اللي نأكد فيه على مبدأ الوقاية قبل العلاج وهذا شيء أساسي ومهم جدا لصحة نفسية وأيضا جسمانية سليمة ومن الصحة إلى التعليم حيث شارك سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في حفل افتتاح مدرسة رويل جرامر في فندق الفور سيزن تقرير عن هذا الحفل نتابعوا إياكم مشاهديننا شارك سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في حفل افتتاح مدرسة رويل جرامر البريطانية في قطر التي تطلقها القمر القابضة حيث ستبدأ الدراسة في فصولها في شهر سبتمبر المقبل المدرسة مدرسة عريقة بريطانية رويل جرامر سكول عمرها يتفاوت الخمسمائة عام والحمد لله رب العالمين توفيق من الله سبحانه وتعالى ودعم من رؤية سمو الأمير حفظ الله ورعاه وقدرنا أن نحن نجيبها للدوحة وهي من المدارس العريقة من المدارس اللي إن شاء الله نطلب من الله أن ينفع بها البلاد إن شاء الله الجدير بالذكر أن المدرسة تعتبر من أعرق المدارس البريطانية حيث يعود تأسيسها إلى ما يقارب خمسمائة سنة وتهدف الدراسة إلى خرط المتعة بالفائدة وسيسعى فرها في الدولة إلى تحقيق رؤية قطر في مجال التعليم ومن هذا التقرير وصلنا معكم مشاهديننا إلى محطتنا الصباحية اليومية وقراءة لبعض عنوين وأخبار صحفنا لهذا اليوم وأول جريدة معاي هي جريدة الشرق في خبرها الأول الأمير يتلقى رسالة من سلطان عمان تتصل بالعلاقات الثنائية وأيضا من ضمن استقبالات سموه استقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة شل وعندنا أيضا الخبر الثاني في محليات جريدة الشرق التعليم تعلن جداول اختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة المدارس تبدأ في التاسعة والنصف بدلا من الثامنة صباحا خلال شهر رمضان والله يسر إن شاء الله مجورين إن شاء الله في هذا الموضوع عندنا أيضا الخبر الثالث من جريدة الشرق التزام قطر بتنفيذ المشاريع التنموية ساهم بنهضة قطاع العقار وافتتح معرض سيتيسكيب قطر 2016 تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد وعندنا أيضا الخبر أو الجريدة الثانية هي جريدة الوطن في خبرها الأول إلغاء احتكار استيراد السلع في قانون أصدره سمو الأمير والخبر بتفاصيلها معاكم في هذه الصفحة السابعة من جريدة الوطن وعندنا الخبر الثاني ويل كورنيل تحتفل بتخريج 33 طبيبا في 4 مايو المقبل إن شاء الله و15% منهم قطريون وكل التوفيق والخبر الأخير من جريدة الوطن ملتقى القيادات يناقش تطوير الخطط المستقبلية وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لدينا أيضا جريدتنا الثالثة هي جريدة الراية في خبرها الأول إشادة خليجية بالابتكارات الإلكترية في معرض جنيف وجناح قطر حصد أربع ميداليات والخبر اللي يلي في محليات جريدة الراية فوز 11 طالبا وطالبة في مسابقة تحدي القراءة ضمن 20 ألف مشارك من 213 مدرسة مستقلة وخاصة وعندنا الخبر الأخير من جريدة الراية وتحديدا في الراية الاقتصادية إعادة هيكلة أسعار الوقود وربطها بالأسواق العالمية اعتبارا من مايو المقبل وجريدتنا الأخيرة لهذا اليوم هي جريدة العرب في خبرها الأول والافتتاح مبنى الجراحة العامة بحمد خلال مايو والعمل جاري أيضا على تدريب احترافي للكوادر العاملة بالمبنى والخبر اللي بعده أيضا من جريدة العرب ثلاث مسابقات جديدة في أسبوع الأصم العربي بالتربية السمعية لليوم الثالث وبمشاركة 11 مدرسة وخبرنا الأخير أيضا في جريدة العرب خبر رياضي في المؤتمر الصحافي لترتيبات نهائي كأس قطر مليون ومئتين ألف ريال جوائز للجماهير منها ست سيارات ومن أخبارنا أيضا الرياضية طبعا خلصنا سلسلة أخبارنا من صحفنا لهذا الصباح ومن أخبارنا الرياضية عندنا أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن الفريق الاكتري الأولمبي المشارك في أولمبياد ريو في البرازيل والمقرر انطلاقها في الخامس من شهر أغسطس المقبل إن شاء الله فللمزيد من الأضواء حول هذه المشاركة وحول حملة يلا قطر الترويجية نتابع هذا التقرير أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها عن تشكيل أكبر وفد الرياضي تم اختيار أعضائه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستنطلق في مدينة ريودي جنيرو البرازيلية أن هذه اللحظة مهمة تاريخية بالنسبة لدولة قطر وخاصة بالنسبة للجنة الأولمبية القطرية طبعاً اللي تبقى اليوم من اليوم نتكلم تبقى مئة يوم إن شاء الله على الأولمبيات في ريودي جنيرو في البرازيل وهذا المناسبة طبعاً يسعدني أن أنتهز هذا الفرصة للإعلان عن أكبر مشاركة قطرية بتكون في هذه الأولمبيات في تاريخ الألعاب الأولمبية طبعاً منذ أول مشاركة لنا في دورة الألعاب الأولمبية في لوسانجلس عام 1984 اللجنة أطلقت أيضاً حملة ترويجية تحت شعار يلا قطر يتم من خلالها التركيز على الرياضيين القطريين المشاركين في دور الألعاب والحائزين على بطولات في مختلف المنافسات اللاعبين هم رح يكون إن شاء الله الشيخ علي بن خالد الثاني وباسم حسن وخالد العمادي وعلي الرميحي وحمد العطية وفالح العجمين عقوب عندنا الفريق الثاني اللي هو فريق ألعاب القوة طبعاً أشرف الصيفي أول لاعب هو أشرف الصيفي اللي تأهل حد الآن تأهله تغريباً سبع لعيبة ولكن نحن ننتظر الآن البطولاتهم اللي جايين إن شاء الله ومن ضمنها بطولة قطر بطولة دور الماس اللي رح تقام في قطر في شهر خمسة أشرف الصيفي في ميسون محمد الكرني عبد الإله هارون مصعب بلم البطل العالمي معتز برشم المشاركة القطرية في هذه الدورة من الألعاب الأولمبية تشكل حدث رياضياً هاماً في أكبر منافسة أولمبية دولية على مستوى العالم شفنا معكم هالباقة من فقراتنا مشاهديننا والآن نطلع هذا الفاصل القصير ومن بعده نعود لكم بالمزيد من الموضوعات ومنها جولة كاميرا صباح رباح في العيادات الجديدة التابعة لمركز السدرة للطب والبحوث واللي من المقرر افتتاحها رسمياً الأسبوع المقبل انتظروا لنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بعد هذه الجولة في أخبار البورصة ننتقل إلى نديبنا غانم العلي الموجود حالياً في مركز السدرة للطب والبحوث يعرفنا على خدمات العيادات الجديدة التي تفتتح رسمياً يوم الأحد المقبل وصبحك الله بالخير يا غانم صبحكم الله بالنور وسرور مشاهديننا الكرام وياها لو مرحبا فيكم من مركز السدرة للطب والبحوث هذا الصرح المعماري اللي يحتوي فيه جعبة العديد من الطب والبحوث والأكاديمية أيضاً الطب الأكاديمي والبحوث أيضاً المتطورة واللي تستخدم آلات رقمية متطورة نبي ناخذ معلومات أكثر نبي نتفصل أكثر نبي نتعرف عن مركز السدرة للطب والبحوث نبي نتعرف على العيادات الخارجية التي ستفتح إن شاء الله الأسبوع المقبل كل هذه التفاصيل المشاهديننا ستكون في جعبة ضيفه السيد خالد المهندي مدير إدارة الاتصالات بمركز السدرة للطب والبحوث يهلاً ومرحباً فيك على شاشة قناة القناة الرئيان أهلين وخيقون الله يسلم في البداية خبر سعيد العيادات الخارجية في مركز السدرة للطب والبحوث تفتح الأحد القادم قبل ما احنا نتفصل في هذا الخبر السعيد أبيات تكلم عن مركز السدرة بشكل عام مركز السدرة كلمنا عنه كمنظمة تتبع أي جهة أو تتبع أي منظمة بشكل عام الله حالياً مركز السدرة للطب والبحوث هو عضو في موسط قطر هو طبعاً مستشفى ومركز طبي أكاديمي وبحثي رائد إن شاء الله الافتتاح حق العيادات الخارجية بيكون بداية حق مرحلة جديدة إن شاء الله حق المركز وإن شاء الله بنتقدم فيها في المستقبل إن شاء الله عشان نفتح المستشفى كاملة إن شاء الله سيكون متخصص للنساء والأطفال وإن شاء الله في هذه الفترة بيكون بس العيادات الخارجية بعض العيادات وإن شاء الله في المستقبل بعد فتاح جميع العيادات بنتوكع على الله ونفتح المستشفى إن شاء الله إن شاء الله لحد الجاي تفتح العيادات الخارجية كلمنا عن العيادات الخارجية ومن هي العيادات التي ستفتح إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم طبعاً الأسبوع القادم بنفتح ثلاث عيادات عيادة طب الأطفال في الجراحة الاستشارية وعيادة الأمراض الجلدية وعيادة توليد للنساء طب التوليد طيب المراجعين والمرضى كيف سيتم تحويلهم مثلاً من مستشفيات أخرى لمركز السدرة؟ كيف نظام التحويل؟ طبعاً في البداية نشتغل مع مستشفى حمد حالياً نشتغل معه طبعاً هم شركاء الاستراتيجيين مستشفى حمد ومؤسسة العيادات الأولية نعم بيكون التحويل عن طريق مستشفى حمد حالياً فقط والعيادات الأولية طبعاً أي من العيادات التي ذكرتها سابقاً اللي بيكون عندهم الأطفال أو طب التوليد أو الجراحة الاستشارية صحيح بيكونون يجون عن طريق مستشفى حمد يروحوا مستشفى حمد أول شيء بعدين بيدرسون حالتهم على حسب الحالة على حسب الحالة حارجة بيجون طبعاً بيتحولون على مستشفى مركز صدرة العيادات الخارجية إن شاء الله حلو إذا نحن نفهم من كلامك أن سيتم تحويل المرضى من مستشفى حمد من مؤسسة حمد الطبية بشكل عام نعم من العيادات الخارجية في مستشفى حمد رح يتم تحويلهم عندنا ما رح يكون طبعاً الناس جئين عن طريق شخصياً ما رح يجعون بدون تزجيل عن طريق التحويل فقط عن طريق التحويل حالياً في الوقت الحالي وانشاء الله في المستقبل بعد جميع العيادات بيكون التحويل دايركت ممكن يجونا هم معا عن طريق مثلا التلفون أو التواصل على في المستقبل الفئة المستهدفة التي تحصل على التحويل هل هم مثلا المواطنين المقيمين أو كل من يعيش على أرض قبل طبعا جميع الفئات المستهدفة الحالية الموجودين في قطر طبعا هذه العيادات في البداية التي ستفتح في مستشفى السدرة في الإعادات الخارجية رح تتحول شوي شوي من مستشفى حمد على المركز سدرا فبعد ما نفتح كل العيادات بتكون عيادات أغلبيتها تكون تحولت كلها من مستشفى حمد على مركز سدرا فبيصير التحويل عن طريق العيادات مثل ما ذكرنا عيادات حاليا من مستشفى حمد على مركز سدرا أو العيادات الأولية المؤسسة العيادات الأولية عن طريق عن طريقهم بالاستشارة مع موظفين المستشفى هنا عندنا حلو الأسبوع القادم إن شاء الله ثلاث عيادات رح تفتح العيادات الأخرى إن شاء الله كم يبي لها وقت لنما نشوفها أيضا موجودة في المستشفى نحن مخططين صراحة أن نكون إن شاء الله بإذن الله نكون كل العيادات تفتح على 2017 يعني خلال سنة أولوياتنا طبعا أن نحن نعطي المرضى وأسارهم يعني فرصة أنهم يعني تكون عندهم فرصة أن يجون على المستشفى بسلاسة وبسهولة ونتأكد إحنا أن يكونون هم المرضى كلهم وأسارهم يعني في حالة جيدة وما تكون عليهم أي مخاطر طبعا في البداية يفتتح مستشفى جديد يكون فيه تحديات تواجك فإحنا بنتأكد في البداية في هالسبب يكون نفتح ثلاث عيادات البداية طبعا إحنا كلنا ثقة أن أنتوا إن شاء الله قدها وكفوا قدها وقدود إن شاء الله وبتواجهون كل هذه التحديات لكن أنا أحب أتكلم عن مستشفى السدرة أو مركز السدرة بشكل عام لأن مثل يعني أو حسب ما وضحتوا لنا أنتوا أن مركز السدرة مش بس مستشفى في أبحاث في بحوث أكاديمية في نفس الوقت فكلمنا عن مركز السدرة في الوطن العربي في الشرق الأوسط كآلات كمحتويات ككادر طبي أيضا كلمنا عن كل المكونات هذه اللي راح نشوفها إن شاء الله في مركز السدرة طبعا إحنا المركز أصلا صمم ووجبنا فيه أفضل المعدات الطبية الرقمية أعطيك مثلا بعض الأمثلة في عندنا بعض المعدات مثل التسجيل في المستقبل إن شاء الله المريض بيكون يجي يسجل عن طريق تصوير الكف اليد نعم وعن طريق عطاء حق الدكتور تاريخ الميلاد في البداية أول مرة يجي بيكون تصوير لكف اليد هاي تصوير الأشعة فوق الحمراء وبعدين بيجي بيعطيه رقم الموليد وبيتم تسجيل بدون أي حضار أي بطاقات أو أي حاجة ومن الشغلات الثانية اللي قاعدين نشتغل عليه حاليا هم بيشوفونا هنا اللي عندنا طبعا التصوير ثلاثة إلى أبعاد طبعا تصوير القلب أو المخ للأطفال فبيكونون الدكاتور عندهم فرصة أن يشوفون بالضبط إيش الحالات اللي موجودة سواء كانت التحديات اللي يواجهونها أو المرض الموجود في هذه الأماكن في القلب أو في المخ على أساس يعرفون بالضبط كيف التشخيص فالخدمات اللي بنوفرها حاليا هي طبعا التشخيص وبعدين المتابعة وبعدين الاستشارة وبعدين العلاج نعم الله يعطيكم العافية وأنا بدوري وبدور من هالقطر كلهم نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نحن ننتظر منكم مزيد من التقدم وإيضا ننتظر منكم الخدمات الطبية إن شاء الله لا يتبيض الله الله يجزيك خير الله يسنك بيض الله وجهك أخي خالد المهندي في هذه المقابلة الله يعطيكم العافية وما قصرت الله يعافيك يسنك حياك الله إذن مشاهدين الكرام هذا اللي موجود عندي من مركز السدرة للطب والبحوث كادر طبي متميز آلات طبية متطورة ومبنى أيضا فريد من نوع كل هذا إن شاء الله راح تشوفونه ابتداء من الأحد القادم في افتتاح العيادات الخارجية في مركز السدرة للطب والبحوث هذا اللي موجود عندي من السدرة خلونا ننتقل مرة أخرى حق السيديو الصباح رباح لكل ما عندك شكرا غانم أيضا الشكر موصول للضيف الكريم شاهدنا معكم مشاهدين أو سمعنا أيضا عن الخدمات اللي راح تكون إن شاء الله مصاحبة للعيادات الخارجية في مركز السدرة للطب والبحوث ومازلنا معاكم أيضا في الشأن الطبي وهذه المرة بتكون طبعا عن التبرع بالدم مع ضيفتنا في السيديو الصباح رباح الدكتورة ابتسام الجلاهمة استشاري طب أسرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يا هلا ومرحبا فيتش يا هلا ومرحبا فيتش حصة من زمان حبيبتي صحيح سعدت اليوم بشوفتك حبيبتي وأنا أسعد دكتورة يعني لو ما نطلع شوي بعيد عنه من شوي كنا في مركز السدرة للطب والبحوث وشفنا أن هناك بالفعل أسبوع الجاي راح تفتتح مجموعة من العيادات الخارجية فما هو رأيك في هذا التوسع الطبي؟ نعم طبعا مركز السدرة للبحوث راح يكون قفصة نوعية في قطر أولا إحنا عندنا ضغط في مستشفى النساء والولوجه هو أكثر شيء راح يركز اللي فهمته يعني على الأم والطفل صحيح ثلاث عيادات تقريبا اللي هو بتكون جلدية وهو المستشفى عامة راح تكون حتى بحوثة راح تكون عن الأم والطفل فراح يخفض ضغط رقم واحد نظام الملفات هو نفس النظام في السدرة نعم تفقوا اللي هو نظام سيرنار واللي هو في اللي هو الصحة الأولية نفسه فهذه راح يسهل انتقال معلمات ويعني لما يجينا المريض سوء من سدرة أو هو رايح من سدرة ياه من رأي الأولية أو من حمد راح نعرف معلمات ثاني شيء وثالث شيء اللي هو أهم نقطة أن مركز سدرة نوعية أنه مو بس يعالج هناك بحوث وإحنا مثل ما تعرفين دول العربية والشرق الأوسط هناك القليل من بحوث دائما البحوث اللي ناخذها التوصيات كلها من أوروبا وأمريكا فراح هذه إضافة نعم راح يكون فيه علينا إحنا لأن جيناتنا غير الاثنسيتي غير اللي هو نوعية الناس فراح بنعرف وعلى ضوءها بتروح بصير هناك توصيات جديدة على حسب المعطيات اللي راح تكون إن شاء الله يعني كل التوفيق لهم وراح نشهد إن شاء الله هذا الافتتاح للاسبوع الجاي مثل ما ذكر اليوم الأحد لو بنرجع إلى موضوعنا اليوم وسبب تشريفة لنا وهو عن عملية التبرع بالدم وأهم اشتراطاته في كلمات بسيطة من هو الشخص المخول أو المؤهل للتبرع بالدم؟ وهل هناك حد أقصى لكمية الدم اللي راح يتم سحبها من هذا الشخص؟ نعم طبعا التبرع بالدم هو أنه شخص سليم يتبرع شخص مصاب لإنقاذ حياته أو علاجه صحيح طبعا سؤالة توصيات العالمية تقول أنه يجب على أنه يكون فوق الخمسين عام قصري متأسبة فوق الوزنة أكثر من خمسين كيلو توزن يكون سنة بين السبعة وعشر والستة وستين وهنا في الدول الشرق الأوسط بين السبعة وعشر والستين ليس ستة وستين طبعا يكون خالي من الأمراض عشان نحافظ على سلامة المتبرع وسلامة اللي بيتلقي الدم المريض يجب أن يكون هم مقلوبين إذا كانت امرأة بين الثنعاش ونص لستة عش والرجل بين ثلاثة عش ونص لثمانتعاش نعم لأننا بناخذ الهم مقلوبين ونحن لا نبي يقل عليه الهم مقلوبين نعم أيضا أن يكون خالي من الأمراض المعدية مثل كبد الوبائي بي وسي والمرض الزهري والمرض نقص المناعة عشان نحن لا نعرض الشخص الذي يأخذ الدم إلى خطار نعم طيب يعني فكرة التبرع بالدم أيضا فيها من الفوائد اللي ترجع على الشخص نفسه لو نتكلم عن هذه الفوائد دكتورة نعم طبعا لما أنت تخذين الدم تتجدد الخلايا فتنشط الدورة أو شيء نشاط الدم هذه للأصحاء للأصحاء نعم تتجدد الدورة الدموية طبعا وحتى الأشخاص الذين زيادتهم مقلوبين في الدم نعم تسبب تجلطات في القلب الشرايين فهي تقلل من هذه اللي هو مرض اللي هو التجلطات أو انسداد الشرايين طيب هو صحيح أن الإنسان الصحي ممكن لما يتقدم لتبرع بالدم هناك أيضا بجانب تقدمة في أمور يجب مراعاتها لما يتبرع نصائح مثلا مهمة يعني هل هو مثلا لو أنا فكرت وشفت نفسي يعني أن الشروط مطابقة لي وجيتها بيتبرع في الدم أجيكم مثلا صايمة ولا أجي على حسب طبعا هو التبرع بالدم هو عملية بسيطة تستغرق 15 دقية إبرة المفروض أنه ما يحس بألمها طبعا هي تأخذ ساعة لأنه بعد عملية تبرع ننصح المريض لأنه سائل نص لتر تقريبا 470 أمال فنص لتر تقريبا نسحب منه فنحن ما نبيحس بدوره لأنه بنزول الضاح نعم فننصح المريض أنه يستلقي فهذه العملية كلها تأخذ سعب لأنه ما بعد ما بعد اللي هو عملية سحب الدم طبعا ننصح الشخص المتبرع أنه أول شيء يكون نايم زين في خلال 24 ساعة السابقة ما نساوي رياضة أو جهد شديد شارب سوائل وايد قبل عملية تبرع لأنه مثل ما قلت لك فيه سائل راح ينسحب أيضا أنه ما ننصحها بالترخين أو شرب الكحول قبل عملية سحب أيضا بعد عملية سحب مثل ما قلت لك نخلي مستلقي نعطي الكثير من السوائل والعصيرات عشان يعوض اللي هو السائل موجود بالنسبة حق الهومغلوبين أو كرات الدم الحمراء والصفائح الصفائح والكرات الدم البيضاء تأخذ من ثلاث إلى سبعة أيام الجسم راح يعوضها بالنسبة حق الكرات الدم الحمراء تأخذ شهر بالنسبة حق السوائل من نعطي السوائل خلال ساعات يسترجع اللي هو حجم السائل اللي راح منا طبعا يعني هو مسئلة عملية التبرع بالدم يعني مش غريبة على كل يعني مواطنين ومقيمين هالقطر مثل يعني ما جاء في الآية الكريمة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فيعطيتش العافية دكتورة على هذه المعلومات وأكيد بتكون لنا أيضا هذه الجلسة أننا احنا نتبحر وناخد تفاصيل مواضيع أخرى وشرفتيننا في الصباح رباح يا هلا فيت حظة يا هلا ومرحبا فيت إذن من عقب فقرتنا الحوارية هذه الأولى في الصباح رباح نطلع معكم هذا الفاصل مشاهديننا وانتظرونا في جديد عالم التكنولوجيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بعد ما تعرفنا معكم على أخبار الطقس مشاهديننا نروح الحين إلى مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات حيث توجد نديبتنا والزميلة الجديدة مريم المنصور اللي تبدأ اليوم أولى خطواتها معانا في قناة الريان رحب بها وانتمنى لها التوفيق ونبارك لها هذا الظهور ونعرف معاها عن تفاصيل معرض الكتاب السادس في المدرسة تفضل يا مريم صباح شكرا بالخير زميلتي حصة وصباحكم الله بالنور شكرا لهذه المقدمة الجميلة أنا سعيدة بانضمام العائلة قناة الريان وأتمنى أن يكون إضافة مميزة وحلوة على هذه الشاشة وأولى محطة لي أول محطة لي رح تكون من مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات اللي تحتضن معرض للكتاب وعشان نتعرف على هذا المعرض معانا الاستاذة خلود الهيدوس ونست مسؤولة مصادر التعلم الأولى صبحت الله بالخير كيف صحة؟ الحمد لله الله يسمى ما تنتشح الحمد لله بداية إحنا حابين نتعرف على فكرة المعرض من وين يبتوها؟ طبعا فكرة المعرض موجودة عندنا في الخطة من يعني هذه السنة الساعة التوالي نسويها الحمد لله في كل سنة في مدرستنا طيب في تفاعل من قبل الطالبات على مدى هالسنين بما أن هذا المعرض السادس؟ طبعا أكيد الحمد لله في قبال من الطالبات على المعرض ويشترون الكتب الجديدة دائما حلو طيب شنو أهدافكم الرئيسية اللي تبقوا توصلون لها؟ الاطلاع على الكتب الجديدة تثقيف الطالبات بشكل دوري طيب معنات أنتم تشوفون أن في أهمية لهذا المعرض في نتائج شفتوها على الطالبات؟ والله إحنا بالنسبة لنا الحمد لله السنة هذه شاركنا في مسابقة تحدي القراءة وفازوا ثلاثة من طالباتنا فالحمد لله رب العالمين يعني القراءة شي مهم جدا للطالب والطالبة والمعلم وكل إنسان يعني طيب ساذة خلود إحنا نشوف كتب متنوعة ما شاء الله ثقافية ترفيهية مستوى الطلاب فئات عمرية مختلفة أنتوا شنو الأنواع اللي يحطينها؟ طبعا كل الكتب موجودة ثقافية دينية مثل ما ذكرتي كتب طابخ كتب صحة كتب دينية نفسية لأن نحن عندنا مرحلة الطالبات هنا ثنوي وأيضا مستضيفين من دارس يعني مقدمين بطاقات دعوة لجميع المراحل الإعدادية والبتدائية والثنوية وحتى الرواض فطلبنا من دور النشر أن الكتب تكون منوعة أنتوا قلتوا حق دون أنتوا طلبتوا من دور النشر النيون أو أن أهمى من نفسهم؟ لا طبعا نحن نطلب منهم عن طريق المراسلة بالإيميل ويجينا الرد بالموافقة والراث طيب مثل ما قلنا الفئات العمرية جميع الفئات هل هذا متاح بس حق طلاب المدارس ولا حق الجمهور بشكل عام؟ ممكن أولياء الأمور ومدرسين المدارس الأخرى لكن الجمهور عامة لا طبعا طيب بشنه يتميز هذا المعرض عن غيره من المعارض؟ نحن عندنا معارض ويتستوي لكن هذا المعرض بشنه يتميز؟ هل هو حق بس الطلاب؟ هل فيه تسجيح حق الطلاب بشكل خاص داخل المدرسة؟ طبعا أنه يكون نشاط خاص لطلابات مدرسة الكوثر الثانوية للبنات وأيضا السنة أخذت هنا شركتنا أعمالها يدوية فبعد شيء جديد في المعرض عندنا شيء جديد ضفتوا في المعرض الأول مرة أعمال يدوية طالبة أو؟ هي طالبة جامعية قطرية بس للأسف غابت اليوم هذا الدعم منكم لها يعني؟ طبعا دعم مننا لها طيب كلمة أخيرة تحبين تقولينها حق طلابنا؟ أتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح ودائما أنهم يكونون مثقفين إن شاء الله ونجحين في حياتهم العلمية والعملية وشكرا لكم أنتوا أيضا شكرا لك شكرا لك خلود الهيدوس أستاذة مصادر التعلم مسؤولة مصادر التعلم ومشاهدين نحن نحي صراحة هذه الخطوة من مدرسة الكوثر هذا تشجيع كبير للطلاب ومثل ما نشوف طالباتنا موجودين هنا فنتمنى صراحة الكل يمشي على هذا الخطوة هذا كل ما عندي من مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات أرجع الزميل تحصه بالستيديو شكرا مريم ويعطيك العافية وأيضا شكر موصول للضيفة الكريمة ووفقك الله إن شاء الله فيما يحبه ويرضاه وما زلنا معكم مشاهديننا نقططف من الحق التعليمي أزهارة حيث فازت مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات بالمركز الثاني في مسابقة البحث العلمي بالمعرض الوطني الثامن لأبحاث الطلبة 2016 وذلك في تخصصي الإنسانيات والعلوم للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وأهميته معانا المعلمة الفاضلة حصة الدرهم معلمة مسار أدبي في مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات ياهلا ومرحبا فيك أستاذ حصة شرفتنا الصباح البعض الله يسلمك أستاذ المدرسة فازت مثل ما قلنا في البحث العلمي في تخصص الإنسانيات والعلوم في الأدبي والعلوم طبعا هذا التخصص لو تحثينه عنه أو عن الفوز في هذا التخصص لو نقول في البداية العلمي الأبحاث طبعا قسمت قلنا مثل في البداية مثل ما تشرفتي الأبحاث أدبية وبحاث علمية بالنسبة للبحث العلمي كان عنوان البحث عن أثر استخدام استخلاص مادة تسمى مادة تشهث الدنيا كمادة بديلة للتعقيم في مياه قطر بدال لمادة الكلور لعام 2030 حيث قامت طالبات المدرسة بإشراف المعلمة التي هي مشرفة البحث الأستاذة ياقوت العجي بإجراء عدة تجارب ويستكشفوا أن مادة الكلور طبعا لها أثار كثيرة على صحة الإنسان بالنسبة لجسد جلديا وصحيا فقالوا لماذا لا نقدم اقتراحات للطالبات طبعا بعد أعداد التجارب بعد التقصي بعد البحث وتقديم اقتراحات من قبل الطالبات فاختاروا مادة هذه الموجودة في البيئة القطرية تعتبر هي أولا متوفرة في البيئة القطرية ثانيا أن هذه المادة مادة طبيعية يعني بعد التجارب اثبتت أنها لا تسبب أشياء مثلا ضارة لصحة الإنسان وفوق هذا كله أنها غير مكلفة غير مكلفة ماديا فاستكشفوا أن هذا من خلال البحث العلمي طبعا ذهبوا رحلات ميدانية لمختبر إدارة الجودة والسلامة في هيئة أشغال فاستخلصوا هذه المادة من النبات وعملوا تجارب على عدة بكتيريا وفطريات فأثبتت جودتها وأثبتت فعاليتها وتقدموا فيها للأي وفي تعقيم من مياه نعم بدل الكلور طيب هذا من الجانب العلمي والجانب الأدبي الجانب الأدبي قدمت الأستاذة المشرفة البحث الأستاذة فداء رسمي نعم بحث أدبي اللي هو أثر استخدام جهاز يسمى جهاز سكة تم تركيبة في جهاز المتحرك للأجهزة المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة اللي يقعد على الكراسي متحركة كراسي متحركة نعم بتركيب جهاز يضيء إشارة ضوئية ليزر يعني يحدد مسارين مسار الأيمن والأيسر نعم والجهاز هذا يتركب فيه في الكرسي المتحرك نفسه نعم ويعتبر هذه إشارة ضوئية لسهولة التواصل مع المارين لمنع الازدحام طيب يعني أستاذة بلا ماكن العامة من الواضح أن بالفعل مجهود جدا علمي وأكاديمي وضع في هذه الأبحاث فالفوز ما جم من فراغ فما هو الدعم اللي بالفعل والبيئة اللي تهيئت للطلاب والطالبات اللي يعني خلاهم يفوزون ويصلون إلى هذا المستوى طبعا هالشي المدرسة لها دور أساسي نعم وخاصة أن هي المؤسسة الأولى في تحفيز الطالب صح على الإبداع والابتكار فلا يوجد مثلا بيكون إلا لما يكون يتعود الطالب على دوره الباحث نعم المبدع اللي من يوم منذ الصغر فتعود الطالب على إجراء التجارب وعلى الإبداع والابتكار كان فيه احتضاء أيوة طبعا ودور أولياء الأمور معاكم في هذا الشأن شلون كان لا طبعا أكيد أنه دور كبير منهم يشجعونهم فخاصة بالموافقة بالمشاركة تقديم الدعم لهم خاصة للطالب إذا لم أجرى التعلم ذاتي يقوم به بنفسه بالبحث لا يستطيع أن يتوصل إلى المعلومة بنفسه يعني التلقين ليس نفس قبل حفظ وتلقين لا الآن أنه يجري أبحاث يجري تجارب حلول لمشكلات أيوة يقدم حلول خاصة الأبحاث لها دور كبير في تطوير المهارة الاقتصاد حق الاقتصاد المعرفي للطالب نعم بجانب هذا الاقتصاد المعرفي للطالب ولو نختم جلستنا الكريمة معاك كيف يمكن الاستفادة من هذه الأبحاث إن شاء الله على الواقع القطري فيما بعد إن شاء الله إذا طبعا فيه توجد مؤسسات لتبني هذه الأبحاث وتطويرها لأن الاقتصاد البلد لا يعتمد فقط على الاقتصاد المادي كذلك الاقتصاد المعرفي في تنمية مهارات الطالب يعني إن شاء الله إن شاء جيل مبدع مبتكر صحيح صحيح طبعا هالشيء ما يبتدي إلا من الصغر خاصة مرحلة الابتدائية وأنتم ما تقصرون جهودكم يعني جدا واضحة في هذا الشأن الأستاذة حصة الدرهم معلمة مسار أدبي في مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات شكرا يعطيتي العافية وشرفتي لنا في صباح رباح ما زلنا يعني إذا أخذ الكلمة من ضيفتنا في مجال الابتكار والإبداع في ختام فقراتنا هي الفقرة التكنولوجية مع الزميل حمد الفياض اللي بعرفنا على جديدة في هذه الفقرة تابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام ومثل ما عودناكم في فقرة تكنولوجيا نحن نأخذكم في جولة في محل من المحلات ونعرفكم على كل شيء جديد نحن في فيرجن لندمارك يمكن اليوم نتكلم على السماعات بيت لا مو بيت شيء جديد هو الشركة موب جديدة شركة مانستر هي واحدة من الشركات اللي كانت تسوي ديفولمونت حق البيت والآن انتقلت إلى أبغريت أعلى وجابت لنا هذه السماعة كريستيانو هو يعتبر السفير الحصري لهذه السماعة والسماعة هذه تم التطوير فيها بشكل كبير ونزلوا منها السماعة العادية وسماعة هيتزيت خلنا نتعرف عليها عن قرب وشنه داخل السماعة وشنه مميزاتها طبعا نلاحظ أن الباكينج مميز جدا لهذه السماعة وأن هي لمتد أدشن وآنيقة إلى أقصى الحدود طبعا السماعة لها من مميزاتها أن هي لها شقين شق الاسبورت وشق العادي الآن اللي تشوفونا اللي هو شق الاسبورت وممكن تستخدمها أثناء الرياضة وهي وايرلس وهذه من ضمن الأشياء الجميلة اللي فيها وإذا أنت تستخدمها في الأيام العادية بس أنت تغير الربل هذا وتركب الربل اللي إحنا متعودين عليه أنه يكون للربل العادي طبعا غير التقنيات اللي موجودة فيها والباكينج وطبعا ما نسوا أنهم يخلون لك نفس الإجراب اللي صغير عشان تحافظ على السماعة وما تضيع بعد استخدامها من البوكس اللي هي موجودة فيه الآن ننتقل إلى السماعة الأكبر واللي هي المميزات اللي فيها أن هي ممكن تستخدمها على جميع الأجهزة مش شرط آيفون أو أندرويد أو أو اس أو أي شيء لا ممكن تستخدمها على جميع الأجهزة اللي أنت تتعاون فيها طبعا مرة ثانية نتكلم عن الباكينج وجمال الباكينج شلون طريقة التغليف وشلون وضع السماعة بهذا الشكل وتبين مدى الأناقة وصراحة السعر جدا مناسب بالنسبة للتقنيات والجمالية اللي احنا نشوفها في السماعة هذه السماعة تعتبر من السماعات اللي طبعا اتراعي أن أنت الماقناتسك ما يكون ويد عالي على إذنك على أساس أن أنت ما تسبب أضرار لإذنك وأن هي تكون تنافس كل السماعات العالمية زائد أن هي فيها نوعين نوع واير ونوع وايرلس النوع هذا اللي احنا نشوفه هو نوع الواير وطبعا نفس ما كان في السماعة الصغيرة تجرب على أساس أن تقدر تستخدمها في أي مكان هذه الوايرات اللي خاصة فيها وعندهم بعد فرجن ثاني للسماعة وايرلس طبعا الجميل في هذه السماعات أن هي الآن تنافس بقوة البيتس والآن نعتقد أنهم بيكون لهم مكانة كبيرة وخاصة أنهم يستخدمون مشاهير ويستخدمون لعبة كورة وهذه أول مرة يستخدمون لاعب كرة قدم أنه يكون سفير لهم على أساس تسويق هذه السماعة وهو تبنى الفكرة بعد استخدام لهذه السماعة واكتشف أن هذه السماعة بالفعل مفيدة جدا له وللآخرين طبعا مثل معوتكم مش فقط إحنا بنتعرف على شي جديد أو بنجرب شي جديد أنا صراحة ودي أرجع بكم شوي للماضي خلنا نسوي دمج بين الماضي والحاضر سامسونج 78 إنش طبعا من التلفزيونات الأنيقة 4K يعني الـ top of high definitions HD وطبعا الكيرف اللي موجود في زائد ريزولوشن يمكن أنتوا تلاحظون أنه في مشكلة في الرزولوشن الآن ولكن هو ما في مشكلة في الرزولوشن المشكلة في اللعبة اللي احنا نبين لعب بها في هذا التلفزيون سنشوف لعباتنا أيوان أيوان تذكرون هاي ولا ما تذكرونه من فيكم اللي يذكره ومن اللي فيكم ما يذكره هذه الألعاب الألعاب الأتاري طبعا الشركة فكرت إن شلون هي ترجع الألعاب بشكل أكبر ها صدت نزيل هي تغير الألعاب القديمة اللي احنا تعودنا عليها وعشنا عليها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وشلون إنه يخلون أبنائنا الآن يستمتعون طبعا من الأشياء الجميلة اللي احنا طلبناها إنهم يعلوا لنا الصوت لأن بالفعل هذه الألعاب ما تنفع غير بالصوت العالي لأن جمالية هذه الألعاب في صوتها طبعا الجميل في هذه الأتاري إنه فيها أكثر من 100 لعبة داخل هذا الجيم وإنتم ممكن تستمتع فيه بشكل أجمل وأجمل طبعا الهدف إنه نرجحكم للماضي شوي لأن بالفعل الآن جاية الإجازات وإن شاء الله عياننا يخلصون امتحاناتهم وينجحون محتاجين إنه أشياء ترفيهية فعشان نبعدهم عن روح السوني والألعاب الجديدة والثري دي والقتالية شوي ممكن إنه نرجحهم للأتاري على أساس إنهم يستمتعون فيها ويلعبون بها وإحنا ممكن أعتقد أنا متأكد إنه نحن نتنافس معهم على أساس مين يلعب قبل الثاني لو تذكرون صاحب الأتاري ما يقوم من عليها لين ما يزهق بعدين يأتي الجهاز حق خوية الحيل لا أنت في البيت تنافس مع ولدك مين اللي يفوز على أساس أن أنت تعطي الجهاز وما في شي يسمع إحنا الاثنين نلعب مع بعض بعدما يخلص الثاني يأتي دوره وهالم مجرد فإن شاء الله أنتو تستمتعون في هذه الأجواء طبعا إحنا قلنا لكم الأسبوع اللي طاف أنه بنجيب لكم الهواوي البي ناين ولكن للأسف تأجل إصدار الهواوي ولكن عندي بعض المعلومات اللي بختم بها فيها فقراتنا هذه الهواوي اللي نازل جديد نازل بكاميرتين في الخلف كاميرا أبيض وسود وكاميرا ألوان وهذا يساعد أنه يخليه التصوير في التليفون نفسه يكون عالي الجودة بشكل مخيف البصمة للتليفون من الخلف على أساس يكون فيها سرعة أن أنت تفتح التليفون وتسكره وبعد الشاشة والريزولوشن اللي فيها عالي جدا إن شاء الله يكون معنا التليفون لأن الإصدار ما له الأسبوع المقبل ونشرح لكم أكثر عن هذا التليفون أمامكم ونجربه ونشوف شنه مميزاته وأنا من متوقعين أن الهواوي بيكون منافس قوي للآيفون والسامسونج قريبا جدا أتمنى أنتم استمتعتم معنا في فقرة تكنولوجيا على أن نلتقي معكم في فقرة جديدة إن شاء الله لأسبوع القادم تقبلوا مننا أجمل اتحايا فأمان الله شكرا حمد وفي انتظار جديدك للأسبوع الجاي وفقرة تكنولوجيا تربطنا بالزمن الأصيل وزمن الطيبين فلونا وغراندايزر شيء جدا وبهذه الفقرة يكون احنا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم يشرفنا طبعا تواصلكم المعتاد على مواقعنا المختلفة الظاهرة أمامكم على الشاشة ونشوفكم باتشر إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من الصباح رباح مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة